السلام عليكم وأهلا بكم آخر كلام وحلقة جريدة على شاشة مكملين نتكلمنا فيها عن رجال الدولة عن شايماء جمال ودلوقتي بنتكلم ولا زلنا وسنظل على رأي حسني مبارك الله يعني مش عارف أقول الله إيه بس يعني حسني مبارك هنتكلم على أمال ماهر وهنفضل نتكلم على أمال ماهر لأنه في تطور جديد الحقيقة والحقيقة أنا هنا ليه بأتكلم عن أمال وبفضل أتكلم عن أمال لأن الضغط بيجيب نتيجة مع هذه الأشكال اللي بتحكم البلد دلوقتي ومن وراءها من توركي الشيخ وأمثاله اللي حصل أنه النائبة أمال مش ماهر أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري موجه إلى رئيس الوزراء لاستيضاح حقيقة ومكان اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر نشوف تفاصيل الخبر هتطلع قدامنا على الشاشة أزمة أمال ماهر تصل البرلمان طلب إحاطة يطالب بكشف حقيقة اختفائها بالراحة شوية بالراحة شوية تقدمت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لاستيضاح حقيقة اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماع التي تطالب بالكشف عن مصيره أنا بقول له مش عشان آخر كلام تكلمنا عنه ولا عشان أسامة تكلم لكن الحقيقة كل تحرك بيحصل سواء في البرلمان من هاني شاكر من نقابة المهن من أي حد بيضغط على تركيا الشيخ وعن نظام ده إن احنا نوصل لمكان أمال ماهر وإجابة على سؤال أمال ماهر فين فهو نجاح الحقيقة أنا بشكر كل اللي كتبه ولسه بيكتبه عن أمال ماهر زي ما قلت من أول حلقة الأسبوع اللي فات الموضوع اتطور الحقيقة وفجئنا بمداخلة من هاني شاكر مع عمر أديب اللي شغال عند تركيا قال شيخ خلي بالك بيبلغوا إنه بيستقيل عايز حضرتك وإنتوا بتشوفوا الفيديو اللي جاي ده تركزوا كده على تعبيرات عمر أديب لما حد بيستقيل من مكان طب ليه طب لأ طب نتمسك طب ما تخليك شوية لكن الحقيقة عمر كان ليه رأي تاني أو يمكن تركيا الشيخ اللي كان ليه رأي تاني إيه اللي حصل اللي حصل إنه عمر أو تركيا قال له يا عم خلصنا من هاني شاكر اللي طلع يقولك إحنا حاولنا نتواصل مع أمال ومعرفناش عشانا نختم الفقرة دي النهاردة 29 يونيو 2022 في برنامج آخر كلام مقدم البرنامج أسامة جويش بيوجه دعوة على الهواء مباشرة للفنانة المصرية والمواطنة المصرية أمال ماهر أتمنى من كل واحد بيتفرج عليها دلوقتي حاولي وصل الفيديو ده الأمال ماهر أنا بدعوكي إنك تشاركي في البرنامج في مدخل على الهواء والطميني جمهورك عليكي في الوقت اللي انت شايفه مناسب في الوقت اللي يضمن لك أمنك وسلامتك وكل حاجة برنامج ده مفتوح وأنا بوجه لك الدعوة على الهواء مباشرة عشان تكوني معاي على الهواء توجيه الرسالة اللي انت عايزاها للجمهور المصري أو لغير الجمهور المصري ليك مكان على الهواء في البرنامج ده وحقك كمواطنة مصرية وفنانة مصرية المصريين كلهم قلانين عليها المصريين كلهم متضايقين من اللي تركيا الشيخ بيعملوا فيها وتسبب في اختفاءها إن انت تكوني موجودة على الهواء دي دعوة رسمية لأمال ماهر تكون موجودة معايا في آخر كلام عشان تطمن جمهورها عليها